أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على تمييز ضد المرأس دعو الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حياة وصحة النساء الجسدية والعقلية في غزة وأكدت أن الساعة تضق بسرعة نحو المجاعة وتفشي الأوبئة وصفة ذلك بمسيرة للموت والمرض والدمار أصدرت اللجنة بيانا عبرت فيه عن أسفها لارتفاع عدد الضحايا ودعت جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بسيدة القانون والقانون الدولي الإنساني كما طلبت إسرائيل بالتركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفاتيات بما في ذلك النساء الحوامل وذوات الإعاقة